موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أستهل النشرة بأبرز العنوين رئيس الجمهورية استقبل رئيس لجنة الشرطة الإماراتي وقائد قوات التحالف بحضر موت ويشهد بجهود قوات التحالف في دعم اليمن رئيس الجمهورية يوجه باعتماد مبلغ مليار ريال لتخفيف أضرار السيول والأعاصير في حضر موت عمليات نوعية لقوات الجيش على جبهات الحديدة ومصرع قيادات حوثية في البيضاء والجيش يتقدم بمدرية القبيطة بلا حج إلى التفاصيل أهلا بكم أشهد فخامة الرئيس المشهير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد لعلى القوات المسلحة بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في محافظة البيضاء بعد مواجهات ودحر مع المليشية الحوثية الإقلابية الإيرانية من ناصع والقنذع وغيرها من المناطق الهمة التي تم استعادتها وتحريرها وأكد رئيس الجمهورية خلال اتصاله بقائد الواء 173 العميد أصال عبد الرب منصوري على أهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية حتى تطير محافظة البيضاء بالكامل من المليشية الحوثية الإيرانية وحمل فخامة الرئيس العميد المنصوري نقل تهاني إلى كافة الجنود والصف والضباط بالانتصارات التي تحققت في جبهات البيضاء مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا للشفاء العاجل للجرحة هذا وأكد قائد الواء 173 جبهة البيضاء مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى تطهير البيضاء وتخليصها من المليشية الحوثية الإنقلابية مشيرا إلى ما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من معنويات قتالية عالية لمواصلة تحقيق الانتصارات وصولا للعاصمة الصنع بعث فخمة الرئيس المشير عبد الرب مصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزائن مواساة في وفاة الدكتور أحمد عبد الله عبد الإله الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وأشار رئيس الجمهورية إلى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته لافتا إلى أن الفقيد كان من مناضلي الحركة الوطنية اليمنية ومثق فيها الذين أسهموا سياسيا وفكريا في إكساب نضالاتها بعدا ثوريا اجتماعيا وعبر فخمة الرئيس عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويه محبيه الصبر والسلوان أشهد فخمة الرئيس المشير عبد الرب مصور هادي رئيس الجمهورية بدور وجهود قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم اليمن وشرعياته الدستورية وأشهد رئيس الجمهورية خلال استقباله بحضور رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهدس أحمد الميسري ومحافظ حضر موت اللواء فرج البحسني رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإماراتي وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضر موت أشاد بالدور الإماراتي الفعل وإساماته الميدانية على مختلف الصعود ورحب فخامة الرئيس بالجميع مشيدا بالتعاون الأخوي الصادق مع الأشقاء في دول التحالف العربي المعمد بالدماء الزكية والمعبر عن الهوية الواحدة والمصير المشترك كما تم خلال اللقاء التنسيق ومناقشة الأعمال المستقبلية الداعمة والمقدم من الأشقاء في الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضر موت واستعرض رئيس لجنة الشرطة الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضر موت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات وجه فخمة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد مبلغ مليار ريالي بصورة عاجلة لتخفيف أضرار السيول والأعاصير التي طالت محافظة حضر موت مؤخرا وبصورة أولية حيث تنتهي اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار من رفع نتائج تقريرها جاء ذلك خلال استقباله المحافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج السالمين البحسني بحضور رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر وقد استمع فخمة الرئيس من المحافظة البحسني إلى واقع المحافظة والتحولات التنموية والخدمية الجارية تنفيذها واحتياجات المحافظة في قطاعات أخرى والتغلب على أضرار الأمطار والسيول التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة كما عبر محافظ حضر موت عن سروره بهذا اللقاء مع فخمة الرئيس الذي يحمل دوما بشائر خير لحضر موت وأهلها في الوقوف على احتياجاتها وتدليل صعوباتها لافتا إلى توجيه فخمة الرئيس للحكومة في هذا الصدد بصرف مبلغ مليون ونصف دولار لتأمين زيوت وقطع غيار كهرباء ومحافظة حضر موت إضافة إلى نصف مليون دولار أخرى لاستكمال مبلغ مليون دولار لترتيبات وتجهيزات أمنية بقطاع حقول النفط بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزائنا مواساة في وفاة الدكتور أحمد عبدالله عبدالإله الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والحكومية من خلال شغله العديد من المناصب الدبلوماسية وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان حضر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصد صالح التشيع الرسمي والشعبي بمدينة مأرب لجثمان الشهيد البطل العميد أحمد بن صالح العقيل قائد الوامة وثلاثة وخمسين مشاه وبمشاركة أقارب الشهيد وعدد من المسؤولين وقيادات الجيش الوطني ووكلاء المحافظة وجمع غفير من المواطنين وعبر نائب الرئيس عن تعزيه الحارة لأسرة وقبيلة الشهيد وأبناء القوات المسلحة مشيدا بمناقب الشهيد وبطولاته التي سطرها دفاعا عن اليمن في مختلف الجبهات وقال إن الشهيد العقيل كان علما من العلام ومن الرجال الأوفياء الأبطال وأضاف نحن جميعا على الدرب سائرون على درب الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية الطاهرة في كل المحافظات في عدن وفي الساحل الغربي ومأرب وفي البيضاء وصعدة ولحج وفي كل ميادين البطولة والشرف وأكد بأن هذه التضحيات التي يبدلها اليمنيون تهدف إلى رفض الاستعباد وتحقيق الحرية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية التي هدمت اليمن ومزقت نسيجه الاجتماعي بتعبئتها الطائفية والمناطقية والعنصرية وفي وقت كان اليمنيون قبل انقلاب هذه الميليشيا إخوة لا يفرقهم شيء وحذر نائب رئيس الجمهورية من الإنجرار خلف هذه الدعوات الطائفية والمناطقية والسلالية النتنة التي تتبنىها ميليشيا الحوثي والتمسك بالإخاء وتوحيد الصف والاحتشاد خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو مصور هاتي رئيس الجمهورية وعبر نائب الرئيس عن الشكر الجزيل لدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمهم المستمر لأمن اليمن والاستقراره والحفاظ على هويته وسلامة أراضيه يحيد البطل الناظل العميد أحمد بن صالح العقلي رحمة الله تخشى ذلك الرجل الشجاع الذي رفع رأس اليمن عالياً في كل مواجهاته في كل الجبهات في نه في الجوف في مارب في بيحان في شبوة في بيضة في كل مكان وكان علم من الأعلام ومناظل مجاهد من الرجال الأوفياء رحمة الله تخشاه ونحن نعزي نفسنا فيه ونعزي والده الشيخ صالح ابن أحمد العقلي ونعزي أيضاً اللواء الذي كان يقوده وأيضاً نعزي آل عقيل جميعاً ونعزي أيضاً ابناء القوات المسلحة والمنطقة الثالثة العسكرية وأيضاً الكل نحن جميعاً على الدرب سائرون على ما قاموا به أو عملوه واتجوا فيه الشهداء الأبطال من كل القوات المسلحة سواء في عدن أو في الساحل الغربي أو في ساطة أو في حجة أو في كل محافظات الجمهورية في البيضة في مارب في الجوف في كل مكان الناس تقدم تضحيات تضحيات من أجل الإنتاج الإنتاج والحرية ضد ماليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية التي أذعجت اليمن وهدمت أيضاً البنية التحتية وخربت النسيج الاجتماعي للجمهورية اليمنية المواطنين في اليمن كانوا أخوة لا يفرقهم مفرق حتى أتى الحوثي وإنقلابها المشؤوم الإيراني فخرب اليمن خرب نسيجها الاجتماعي وأوجد وعب الناس طائفياً ومناطقياً طائفياً طائفية مقيتة مقيتة فعلاً 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 نحذر اليمنيين من هذه الطائفية أنهم هي نتنى فليتركوا الطائفية وليتمتعوا بأخوتهم وأن يحتشدوا وراء الشرعية بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الربى منصر هادي وأيضاً نفهم أنه الشهيد البطل ضحى من أجل مخرجات الحوار أولاً حفاظاً لليمن وسيادته وكرامته ووحدته الاتحادية ودولته الاتحادية القادمة إن شاء الله التي ستطبق وفق مخرجات الحوار الوطني ووفق ما اتفق عليها اليمنيون جميعاً فاليمنيون عندهم مرجعيات ثلاث لا تنازل عنها على الإطلاق المبادرة الخليجية وألية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأيضاً القرارات الأممية خاصة القرار 2-2-16 نحن ندعو أبناء القوات المسلحة أينما كانوا ورجال الأمن وأحرار اليمن أن يلتفوا وراء الشرعية وراء القيادة الشرعية وراء شرعيتهم وقيادتهم بزعمة الأخ عبد الربا منطور هادي عقد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وفي الاجتماع الذي حضره المفتش العام للقوات المسلحة القائم بعمال رئيس الأركان لوار ركن عادل القميري ومدير دائرة العمليات الحربية لوار ركن خالد الأشول وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللي واركنها شمال أحمر وقادة الوحدات والألوية ومثلوا قوات التحالف في المنطقة هن نائب رئيس القادة والمقاتلين الأبطال بعيد الفطر المبارك والانتصارات التي يحققها الجيش في مختلف الجبهات ناقلاً تحيات وتهاني فخامة الرئيس عبد الربا منصور هادي رئيس الجمهورية القادلة على القوات المسلحة وتحيات قادة قوات التحالف وأطلع نائب الرئيس واطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وجهود استكمال التحرير وأوضاع الوحدات العسكرية مشهداً بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش بدعم الأشقاء في التحالف والانتصارات التي يحرزونها في سبيل استكمال التحرير وأكد نائب الرئيس رئيس الجمهورية بأنه لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن ولا يوجد خيار آخر غيره وأنه لا عزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الإقلاب وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية مثمناً تثميناً عالياً الدعم العسكري واللجسي والإغاثي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقدم القادة تقارير الأداء المتضمن المتضمن مستوى الإنجاز والاحتياجات الهموم المرتبطة بالعمل الميداني والسكمال البناء والتدريب والتأهيل معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام متابعة نائبي رئيس الجمهورية أشهد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وكافة الجبهات الأخرى ضد قوى التمرد يرين قلهب لافتن إلى أن شعبنا اليمنى أصبح اليوم أكثر تمسكا بتأسس الدولة الاتحادية التي تضمن توزيعا عادلا في الثروة والسلطة وتنهي مركزية الدولة ودعى رئيس الوزراء خلال لقائه محافظة محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادي في العاصمة المؤقتة عدن دعى كافة أبناء محافظة البيضاء واليمن عموما الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية مثلا في فخامة رئيس الجمهورية والمشروع الوطني الجامع الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وناقش رئيس الوزراء مع محافظة البيضاء احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية مؤكدا أن الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستعمل جاهدة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ودفع مرتبات الموظفين بانتظام وذلك في كافة المدريات المحاررة من الميليشيا الحوثية الانقلابية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي وقيام السلطة المحلية بواجباتها تجاه المواطنين وإيواء النازحين والتقديم لهم كل الرعاية والدعم ووصولها إلى كافة مستحقيها مشيدا بهذا الصدد بالدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمالي الإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي والبحريني وكافة المنظمات الدولية الداعمة لبلادنا في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها والتي ساهمت في مختلف في تخفيف معاناة شعبنا هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى تقرير مفصل من محافظ البيضاء عن سير العمليات العسكرية والمناطق التي تم تحريرها في المحافظة مشيرا إلى التقدم الذي يحققه أبطال الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف العربي لتحرير كل مدريات محافظة البيضاء شدد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة رفع مستوى الأداء لقوات الشرطة العسكرية باعتبارها المعنية بالضبط والربط العسكري والتأمين في أماكن تواجدها في عواصم المحافظات وأشهد خلال لقائه قائد قوات الشرطة العسكرية بالجمهورية وقائد فرعها بالعاصمة المؤقتة عدن اللواء ركن ناصر علي النوبة بما تقدمه قوات الشرطة في حماية المؤسسات والوحدات العسكرية مؤكدا دعم الحكومة لها ولكافة أفرعها في المحافظات والوحدات العسكرية واسمع رئيس الوزراء إلى تقريرا من قائد الشرطة العسكرية عن عملها وتواجدها معبرا عن شكره للدعم الذي يوليانه أو يوليه فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للشرطة بكل فرعها مؤكدا أنهم سيظلون العيون الساهرة لحماية الوطني والمواطن التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بحضور محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني برئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإمارات وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت عاقب لقائهم بفخامة الرئيس وذلك للتشاور والتنسيق وتعزيز التعاون والتكامل في القطاعات المختلفة ومنها الجانب الأمني وتناول اللقاء خطط دعم وتأهيل وتطوير الأمن العام بمحافظة حضرموت الساحل وخطوات بدء البرامج التدريبي في هذا الإطار أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن القيادة السياسية مثلة بفخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية بذلت كل الجهود من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوث الإقلابية المدعومة من إيران وما تسببت به من تداعيات إنسانية مأساوية مشيرا إلى أن الميليشيا وكعادتها رفضت كل الدعوات المناشدات بالعودة إلى جادة الحق والصواب وتسليم السلاح والانخراط في عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخلجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية في مقدمتها القرار 22-16 وقال وزير الإعلام في كلمته التي ألقاها في اجتماع وزراء إعلام الدول العضاء في تحالف دعم شرعية المنعقد في قصر المؤتمرات بمدينة جدة سعودية إن تجربتنا مع هذه الميليشيا مريرة وليست وليدة اليوم ولكنها تمتد لما يقارب العقدين من الزمن فقد تعودنا منها الغدرة والخيانة ونكث العهود ونقض كل الاتفاقيات الموقعة معها ابتداء باتفاقيات وقف الحروب التمردية ستة التي خاضتها ضد الدولة مرورا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدسور للتحدي الجديد وصولا إلى كافة الهدن الإنسانية التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة منذ انقلابها وحتى الآن وأضاف إنه لا يؤسفني القول بأن تجاربنا مع الميليشيا الحوثية الإيرانية قد علمتنا بأنها لا يمكن أن تجنح إلى السلم إلا إذا انكسرت شوكتها عسكريا وبعد ذلك تقوم بإعادة ترتيب صفوفها لتقود تمردا جديدا على الدولة وهذا ما بات حقيقة واضحة من خلال كل التجارب السابقة مع هذه الميليشيا ولذلك لم يعد لدينا إلا خيارا واحدا وهو قطع ذراع إيران باليمن واستعادة ما تبقى من الأراضي التي تسيطر عليها هذه الميليشيا الإجرامية وحتى يعود الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة للشعب اليمني الذي تعرض لأبشع أنواع القمع والبطش والتهجير وأشار إلى أن الميليشيا الإقلابية رفضت كل جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها المتعاقبين إلى اليمن والمبادرات المقدمة منهم وآخرهم مارتين جريفث الذي زار صنعاء ثلاث مرات متتالية في محاولة منه لإقناع الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها والذهاب إلى مشاورات سياسية تحقق السلام وتنهي مأساة الحرب التي تسبب بها لإقلاب الميليشاوي الحوثي المدعوم من إيران لقناة عدن الفضائي الرائعة حقيقة هذا الاجتماع يأتي تزامنا مع الانتصارات التي يحققها اللجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإشراف مباشر من فخامة الرئيس المناظر عبد الربو منصور هادي وبدعم إسناد من تحالف دول الشرعية وحقيقة اجتماع مهم جدا ناقشنا في تنسيق المواقف والرؤى وتعزيز دور الإعلام بحيث يتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي نفس الوقت أيضا التنسيق الجهود المشتركة بين وزارة الإعلام في دول تحالف دعم الشرعية تشكيل لقان تنسيقية على مختلف المستويات في موضوع الإعلام وأيضا يعني سيتم في هذا الاجتماع يعني خلق يعني آلية عمل جديدة للإعلام المصاحب للعمليات العسكرية وأيضا لإضاحة ما يعانيها الشعب اليمني من ممارسات وانتهاكات على يد الميليشيات الحوثية الإيرانية وفي نفس الوقت أيضا يعني إضاحة الجهود التي تقوم بها أيضا دول تحالف دعم الشرعية الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس يعني بدلت كل جهودها للوصول إلى السلام ولكن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة الانتصارات وعلى صعيد المتصل قال وزير الإعلام السعودية الدكتور عواد العواد إن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من السعادة وتحرير ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة الإرهابيين المعتدين وأضاف العواد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعي وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي يعقد برئاسته في قصر المؤتمرات بجدة إن التحالف تمكن من تحقيق انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات وخصوصاً جبهة صادة المعقل الرئيس لميليشيا الحوث الانقلابية وجبهة نهم شرق العاصمة الصنعاب حيث تم تحرير عدد من المواقع للسراتيجية وقطع طرق إمداد الميليشيا ومحاصرة فلولها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتادة كما تم تأمين المناطق المحررة وإعادة الأسر النازحة إلى منازلهم وأشار إلى أن هذا الاجتماعي هدف إلى مراجعة الجهد الآلامي لدول التحالف خلال الفترة الماضية ومدى تحقيقه لأهدافه وتعزيز جهود التعاون الآلامي وبحث سبل تطويرها وتصدي للإعلام المعادي للتحالف وتنسيق الجهود لمواجهته وكشف أجندته فيما أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر في كلمته على أن الاجتماعيات في ظل التطورات والأحداث المتسارعة في اليمن الشقيقة حيث حققت القوات اليمنية المشتركة وبدعم من قوات التحالف انتصارات نوعية مع تواصل العملية العسكرية مع تواصل العملية العسكرية والإنسانية لتحرير الحديدة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه وإيقاف التدخل الإيراني في اليمن من خلال منع تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة وكذلك تأمن الممرات المائية الدولية من خلال إيقاف تهديد ميليشيا الحوثي لحركة الملاحة في البحر الأحمر في البحر الأحمر من جانبه لفت وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي الرميحي إلى أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات أمنية ومخاطر عسكرية تستهدف أمننا واستقرارنا وهويتنا ووحدتنا وسيادة بلادنا تفرض على جميع أجهزتنا الإعلامية مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقومية كبرى بصفتها سلاحا أساسيا وشريكا استراتيجيا مع قواتنا المسلحة في ميادين الجهاد والعز والشرف والبطولة ذودا عن أمننا القومي المشترك في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدخلات الخارجية السافرة من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام بجمهورية السودان الدكتور أحمد عثمان في كلمته أن التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن يحتاج في هذه المرحلة إلى إسناد سياسيا وإعلاميا كبير مشيرا إلى أن المعركة دخلت مراحل مفصلية مما دفع الأعداء للتشكيك في شرعيتها وإصباغها بالتجاوزات الإنسانية باختلاق الروايات الكاذبة عنها وتسويق مفاهيم جديدة لنسف موقف التحالف وتؤثر على تقدم الجيوش في الميدان وأكد وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات الجيبوتي عبد يوسف السوجة أن جمهورية جيبوتي حددت موقفها من تحالف دعم شرعية في اليمن منذ الساعات الأولى لانطلاق عاصفة الحزم بل وكانت أول دولة أعلنت تأييدها المطلق للحكومة الشرعية اليمنية عندما توجه السفير جمهورية جيبوتي في الساعات الأولى من الانقلاب إلى عدن حامل رسالة خطية لفخامة الرئيس عبد الرب مصور هادي من أخي الرئيس إسماعيل عمر جيلة يؤكد له الموقف المبدئي ثابت لجمهورية جيبوتي تجاه الأشقاء في اليمن وحرص جيبوتي رئيسا وحكومة وشعبا على استقرار اليمن وأمنها ووحدتها وما زلنا على هذا الموقف نؤكد دعمنا المطلق والأكيد للشرعية اليمنية ولهذا التحالف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره الذي هو أمن واستقرار منطقتنا جميعا شنت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة بدعم من التحالف العربي سلسلة عمليات نوعية على أكثر من محور في جبهة الحديدة مكبدة بذلك من الشلحوثي الموالية لإيران مزيدا من الخسار وتمكنت قوات الجيش بدعم من التحالف العربي في قيادة السعودية من التصدي لمحاولات تسل اليائسة لعناصر الحوثي في مطار الحديدة ومنطقة الموجيلس وشرق مدرية حيس وأسرت التصدي ناجح عن مصرع عشرات الحوثيين وأسر عدد كبير من عناصرهم بينهم القيادي المدعو أبو جلال الريامي في ضربات مهجعة للمشروع الانقلابي في اليمن وشنت أيضا قوات ألوية العمالق عمليات نوعية في الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة حيث نجحت في قتل وأسر عناصر حوثية فيما فر آخرون تاركين خلفهم أسلحتهم معتادهم وقتلاهم كما نفذت القوات المشتركة هجمات مباغتة جنوب مدرية التحيط وأنهكت قدرات الحوثيين ودمرت تعزيزاتهم التي وصلت مؤخرا قادمة من محافظة أبو ودمار وتمكنت القوات المشتركة المكلفة بتأمين الخط الساحلي من تمشيط جيوب أوكار الحوثيين في منطقة المجيلس وصولا إلى الطريق الرئيس الذي تحاول الميليشيا التسلل إليه لقطع الامدادات عن قوات المقاومة المتمركزة في المطار مما أسر عن دحر عناصر الميليشيا وحاولت ميليشيا الحوثي تنفيذ عملية تسلل إلى مناطق شرق مدرية حيث باءت جميعها بالفشل في مسعى منها لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها في الجبهات وهروبهم المتواصل جراء هزائمها المتلاحقة في ساحات القتال وتصدت القوات المشاركة لعملية التسلل بهجوم عكسي انتهى بمصرع معظم عناصر ميليشيا الحوثي المشاركين بالهجوم وفرار باقي المجموعة لقي عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم مع مرافقهم خلال اليومين الماضيين في المعارك الدائرة بجبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وخلفت المواجهات المستمرة بين أبطال الجيش والميليشيا في جبهة الملاجم التي واصلوا خلالها الجيش تقدمها عددا كبيرا من قتل الميليشيا بينهم قيادات ميدانية كبيرة حيث أسفرت المعارك عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من خمسين كيلو متر تمتد من عقبة القنذع مرورا بالجريبات والخط الأسفلتي وصولا إلى منطقة فضحة بمدرية الملاجم في محافظة البيضاء تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطهران التحارف العربي تقدمها الميداني لاستكمال تحرير مدرية القبيطة شمالي محافظة الأحج لليوم الثاني على التوالي وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش المرابطة في جبهة السحر وطور الباحة تمكنت اليوم السبت من تحرير عدد من المناطق وصولا إلى مصصف سوق الخميس جنوبي مدرية القبيطة وأضف المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم شرق مدرية القبيطة حيث تمكنت من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس حيث ستتحرك جميع القوات نحو تحرير مناطق المرابحة وذكر المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيا القلابية نحو مناطق المرابحة التي تتجه القوات صوبها لتحريرها قتل قيادي حثي وعدد من مرافقي بقصف جوي لطيار التحرف العربي في محافظة صادة وقالت المصادر أن المدعو أحمد حسين القوبري المكن أبو إبراهيم أحد أبرز قيادات الجماعة قتل بقصف جوي استهدفه ومرافقي في محور صادة وأحمد القوبري هو شقيق القيادية اللواء ناصر القوبري رئيس العمليات الصاروخية وقائد الميليشيا في الحدود بغارة جوية في صادة قبل قرابة شارين لقي قائد عسكري حثي مصرعة مع عشرة من مرافقي في جبهة نهم شرق صنع في معارك مع قوات الجيش الوطني وقالت مصادر عسكرية أنه لقي مصرعه في جبهة نهم مع عشرة من مرافقيات محاولة تصديهم لهجوم شنته قوات الجيش الوطني وبحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية لا تزال تتكتم على خبر مقتله خشية انهيار معنويات أنصارها ولقي العشرات من القيادات الميدانية الحوثية مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من الجبهات قال مصدر عسكري في الجيش الوطني إن ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإقلابية لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني في مارب وأوضح المصدر أن عناصر ميليشيا الحوثي حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة الصرواح غربي المحافظة وأضاف أن عناصر الميليشيا المتمردة لقوا مصرعهم في مواجهات وقص مدفعي لقوات الجيش الوطني في جبهة الصرواح وقال المصدر إن المواجهات نشبت بين الجانبين عقب عملية تسلل فاشلة لمجامعة من الميليشيا إلى أحد مواقع الجيش في شمالية جبهة إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش بشكل مكثف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة الصرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحة من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم وفقا للمصدر ميليشيا الحوثي تجرع المدنيين أنواع الذل والخوف والنزوح دون رحمة أو شفقة وترمي بكل القوانين والعراف الحقوقية التي تضمن حماية المواطنين العزل في مناطق النزاع عرض الحياة وهذا ما تعانيه أسرة مكونة من 27 فردا نزحوا إلى المجهول التفاصيل في سياق التقرير التالي عندما تغيب الرحمة من القلوب وتنتزع الشفقة وتستبدل بالحرب والوجع تظهر حالات بؤس وشقاء مثل هذه الأسرة العفيفة التي كانت تعيش في منطقة الهاملي مديرية موزع بمحافظة تعز فأتت الحرب قلبت حياتهم وأصبحوا أسرة هاربة طريدة شريدة خوفا على أرواح من تبقى من أسرتهم هربوا من الحربي والموتي مشين على الأقدام أسرة تتكون من خمس أسر عدد أفرادها 27 فردا نساء حوامل ورقان ضاقت بهم الظروف وظلم الوضع المزري الذي عبث بأرواح المدنيين وشرد الأحياء نازحين من بلادنا وقتلوا بنينا وقتلوا أخواننا وقتلوا هلنا وتتحددنا من الحرب ولا اتتحددنا من الأ救yanة وأصبحنا في بديني النشحة يا ربي يا كيرم بابا بن ساقيد لا يعلم إض enterprise اللوني شعيف على الخير معا لا نس Sohleh ما نؤ culمت أصبحنا أسرة كبيرة مكونة من الأم وأبنائها وزوجات أبنائها يلتحفون بيت حارس في إحدى المنازل الكبيرة الذي فتح لهم غرفة بدون حمام وينامون تحت سيارات مالك البيت الذي يحرسه فمن يرحمهم؟ وأصبحت الأسرة بين شوارع تاعز وقوامعها تجمع ما تتسوله ليأكلوا منه وللأسف ما يقنوه لا يكفي أخفاه أطفال ونساء جائعة ومحتاجة وقعن يصب في ناقوس الألم والدموع التي ترويها جدتهم فهي تقول أبناؤها يحتاجون الأكل والمأوى بكرامة بابا مبساقد يا رب يا كرم من حب الله والثوب يندي لي لقمة من حب الله والثوب يندي لي عشرة من حب الله والثوب يتصدق فيه أنا وبني وبني نازحين قياعين مشردين باذلين من حب الله والثوب الحرب بعد ما قضت على أحلامهم البسيطة ميليشيا مسلحة لا تفرق بين الظلم والقهر الذي تصبه على مثل هؤلاء الناس البسطاء والمغلوبين على أمرهم نعايم خالد قناة عدن الفضائيات تعيش دشنا مدير عام مدرية التواهي بالعاصمة الموقعة عدن عبد الحميد ناصر الشعبي حملة نظافة شاملة تشمل رفع القمامة المتراكمة والمخلفات الأخرى في جميع أحياء منطقة القلوعة وفي التجشين أشار مدير عام المدرية إلى أهمية الحملة التي ستسادف إزالة القمامة المتراكمة وكذا مخلفات البناء من أحياء منطقة القلوعة وذلك في أطار تحسين واجهة المدينة وثمن الشعبي دور عمال صندوق النظافة بالمدرية وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة مناسبة للمواطن خالية من أي تلوث قد يتسبب في انتشار الأوبئة مؤكدا أن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من رفع جميع المخلفات في المنطقة من جانبه أوضح رئيسه قسم النظافة في المدرية طه عسيري أن الحملة التي تأتي بناء على توجيهاته وإشراف مباشر من مدير عام المدرية خصص لها شيول وأربع قلبات كبيرة بالإضافة إلى أليات الصندوق بالمدرية هذا وقد حضر التجشين رئيس لجنة التخطيط في المدرية الأساد سمير وهابي شهدت محافظة عدن التجشين العام الأكاديمي الجديد لجمعية أطباء أمراض القلب بحضور جمع من الأطباء والكوادر الطبية والمهتمين بهذا المجال التفاصيل في سياق التقرير التالي أقيم اليوم في العاصمة الموقعة عدن اللقاء العلمي الأول لأمراض القلب والتي تنظمها جمعية الطباء القلب في عدن بالتنسيق مع جمعية الضغط اليمينية فرعادا برعاة الشركة الدوائية الحديثة شاركة في هذا اللقاء العلمي عدد من الطباء القلب والباطنة من مختلف محافظات الجمهورية اللقاء العلمي هذا كان الأول ضمن نشاطات جمعية الطباء القلب عدن ضمن نشاطات دائرة تعليم الطبي المستمر اللقاء العلمي تضمن إلقاء ثلاث محاضرات لها طابع عمري ونظري تستفيد منه مجموعة كبيرة من الطباء العاملين في مقال الأمراض القلب ومقال أمراض الباطنة الهدف من هذا البرنامج هو رفع الوعي الطبي ورفع المهارات الفنية والعلمية لطباء القلب والباطنة في محافظات عدن والمحافظات المقاورة ناما من هذا اللقاء هو تدشين العام الأكاديمي الجديد لجمعية الطباء القلب في عدن وفي اللقاء ناقش المشاركون أهم المحاور منها ثلاثة أوراق علمية كيفية تحضير مريض القلب لإجراء عملية غير قلبية حيث ركزت هذه الورقة على استخدام المعايير الحديثة التي تمنع حدود مضاعفات سواء من ناحية القلب أو من ناحية إجراء العملية الجراحية مثل النزيف وكذا الورقة الثانية كانت حول إجراء توسيع شريان القلب بشكل أولي أي إجراء القسطرة العلاجية مباشرة وذلك في الحالات الحادة التي تعتبر في التأخير مرتبط بحدود مضاعفات لا يحمد عقبة كما نقشت الورقة الثالثة كانت مرتبطة بحالات الدبحة الصدرية التي تكون فيها القسطرة طبيعية حيث أوسط هذه الورقة إن القسطرة الطبيعية لا تعني إمكانية أن يتعرض المريض إلى مضاعفات خطيرة خلال عامين من حدود القسطرة والإداء أوسط هذه الورقة بتطبيق الفحوصات الجديدة مثل استخدام الموجات الصوتية والليزر لتصوير الشرائين القلبية وإظهار احتلالات التي لا تظهر خلال القسطرة حذر هذا اللقاء العلمي الأول الدكتور رجاء عبد السالم عامية كلية العلوم التمريضية في جامعة عدن والدكتور محمد السعدي رئيس جامعة الطب القلب بعدن إنصارة بجليل قناة عدن فضائية من العاصمة المؤقتة عدن بهذا التقرير وهذه الأنشطة الأكاديمية والعلمية من العاصمة المؤقتة عدن نختتم هذه النشرة والآن نعود للتذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية استقبل رئيس لجنة الشرطة الإماراتي وقائد قوات التحالف بحضر موت ويشيد بجهود قوات التحالف في دعم اليمن رئيس الجمهورية وجهه باعتماد مبلغ مليار ريال لتخفيف أضرار السيول والعاصير في حضر موت عمليات نوعية لقوات الجيش على جبهات الحديدة ومصرع قيادات حوثية في البيضاء والجيش يتقدم بمدرية القبيطة بلحج نهاية نشرة شكرا لطيب متابعتكم للقابية حول الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى